من جانب آخر افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح اليوم الاثنين مركز جامعة الشارقة للسكري وتجول سموه في أروقة المركز الذي يعد الأول من نوعه في إمارة الشارقة ويقدم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة بالإضافة إلى جهود المركز في العمل البحثي للمشروعات المعنية بمرضى السكري والسمنة كما تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي مركز التدريب الكلينيكي والجراحي بجامعة الشارقة وطلع سموه على مختلف أقسام المركز الذي يعمل على تعزيز التطبيق العملي للنظريات السريرية المبتكرة وزار سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مركز تدريب الجراحة الروبوتية في مركز التدريب الكلينيكي والجراحي بجامعة الشارقة الذي يعد الأول من نوعه في الدولة في إطار اهتمام إمارة الشارقة بكافة ما يتعلق بالمراكز والبحوث الطبية والعلمية شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة افتتاح مركز جامعة الشارقة للسكري وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في أروقة المركز الذي يعد الأول من نوعه في الإمارة لرعاية مرضى السكري والسمنة ويقدم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجالي مرض السكري والسمنة بالإضافة إلى جهود المركز في العمل البحثي للمشروعات المعنية بالمرض ويهدف المركز إلى تحسين نوعية الحياة لمرضى السكري والسمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجمع بين الرعاية الصحية الحديثة لمرضى السكري والسمنة وبين الأبحاث عالية الجودة والتعليم المهني وتعزيز الوعي المجتمعي عقب ذلك انتقل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة لتفقد مركز التدريب الإكلينيكي والجراحي بجامعة الشارقة واطلع سموه على مختلف أقسام المركز الذي يعمل على تعزيز التطويق العملي للنظريات السريرية المبتكرة والمهارات والمعرفة لتدريب الأطباء والممرضين على أيدي أعضاء هيئة التدريس المختصين دوليا ويهدف المركز إلى تمكين الجراحيين من الحفاظ على أعلى معايير الممارسات الجراحية ورعاية المرضى من خلال توفير خبرة واسعة وعالية الجودة ويعد مركز الشارقة الجراحي أحد مراكز التدريب الأولى من نوعها في المنطقة وهو مركز امتياز دولي يوفر تدريبا عالميا في تقنيات الجراحة والموجات فوق الصوتية المتقدمة ودعم الحياة والتدريب بالليزر باستخدام محاكات متقدمة بما في ذلك النماذج الحيوانية والجثث وكذلك المرضى الحقيقيين للتدريب على الموجات فوق الصوتية ويوفر المركز فرصا للتعلم الإلكتروني للمشاركين من خلال تقديم دورات عبر الاتصال المرئي أو التعلم المختلط مع الأيد الافتراضية في المركز مثل دورات الـ AHA والطب التجميلي ودورات الموجات الفوق الصوتية كما حقق المركز اعتمادا دوليا من قبل الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا واعتمادا كاملا من الجمعية الأمريكية لاعتماد رعاية الحيوانات المخبرية كما تم اعتماده أيضا من قبل جمعية القلب الأمريكية وزار سمو نائب حاكم الشارقة مركز تدريب الجراحة الروبوتية أيضا في مركز التدريب الإكلينيكي والجراحي بجامعة الشارقة والذي يعد الأول من نوعه في الدولة إذ يعمل على تمكين الجراحيين من تغيير طريقة إجراء الجراحة من خلال توفير الحلول الجراحية الروبوتية ويتعاون مركز الشارقة الجراحي وشركة كامبرج للروبوتات الطبية من خلال شراكة استراتيجية للوصول إلى مستوى أعلى من خلال زيادة عدد البرامج التدريبية التي يطرحها المركز تماشيا مع زيادة عداد الجراحين داخل المنطقة ويطرح مركز تدريب الجراحة الروبوتية في مركز الشارقة الجراحي منذ إنشاءه 17 برنامجا تدريبيا في مجال الجراحة الروبوتية حيث تم تدريب أكثر من 100 جراح ويطمح المركز إلى زيادة حجم ونطاق الإجراءات المدعومة في مجال الجراحة الروبوتية